إن شاء الله الموتش هيبقى سهل مولين مش على المستوى المسندة والأهل اللي عندنا فائل فترة اللي فاتت فإن شاء الله الموتش هي أنا متوقع أنه يكون سهل ولكن بس موضوع الإصابات اللي عندنا دي ممكن تأثر شوية لكن الحمد لله عندنا البداية الكافية والبداية الموجودة اللي يقدر سد الغيابات دي من أصل موجود محمد نجيب رجع وبقى جهز بشكل كويس ممكن يكون موجود جب محمد هاني بدل من أيمان أشرف اللي هو يبقى صعب أنه يكون موجود بشكل كويس مافتكارش عندنا غيابات أو صحابات تانية غيرها هو خط الدفاع للمشكلة عندنا دي طبعا مساب سعد ورامي والنس دي لكن محمد نجيب إن شاء الله يكون موجود وده اللي بيفكر ده اللي احنا شفنا في التمرين الفترة اللي فاتت إن الكافة وحسامها هي حق هيخلي محمد نجيب جب محمد هاني في الفترة الجاهة إن شاء الله أعتقد أن المباراة صعبة جدا خصوصا أن الأهل بيسعى زيادة الفريق مع الإسماعيلي الاثنشر بونت والمباراةين القادمةين مع المؤونين العرب الفوس في المباراة الأولى طبعا هيديله دفع معنوية كبيرة قبل المباراة الثانية اللي هي يوم الاثنين القادر والأهل بيمتلك كل الأسلحة وعنده الفريق جاهز برغم صابت معلول وأيمان أشرف لكن فيه بدائل في الفريق متوفرة وصبر رحيل أعتقد أنه أصبح كاهز ومحمد نجيب هلعب مع محمد هاني في خط الدفاع والفريق متكامل خصوصا بعد ظهور الصفقات الأخيرة برضو يعني اللعبة الجديدة في الفريق زي محمد شريف وصلاح محسن أعتقد هيكون لهم دون الفترة الجاية بالإضافة لأن الفريق أصلا يعني بيقدم مباراة جيدة منذ بداية الموسم وأعتقد حسم البطولة بنسبة 60% المباراة مستهلة بخصوصا نادي الأهلي بيحافظ على اللقب وعايز يوصل للقب الاربعين والنجمة الرابعة نادي الأهلي داخل بمعنوات مرتفعة حقق فوز على التحدي السكندري قبليه في مباراة ودية على منتخب النجوم السعودية وقبليه للإسماعيلي كابتال حسام داخل المواتش عايز يحقق مسيرة أو سلسلة الفوز اللي هو بيحقق الفترة اللي فاتت على الجانب بالآخر نادي مقاولين زي ما بيقول يعني هو في المنطقة الآمنة وترتيبه السابع عنده 31 نقطة مش بينافس على هبوط مش في المراكز المتأخرة وبرضه كعايز يحقق النتيجة الإيجابية اللي هو يحافظ بها على وجوده في الدور الموسم الجاي على أعتقد مبرامج سهلة على الطرفين وخصوصا نادي الأهلي عنده غيابات الفترة اللي فاتت وبيعاني من كتير اللعبة من الإجهاد وإصابات أتمنى يعني أن المبارات تخرج بشكل كويس وأرجح أن نادي الأهلي يكون صاحب الفوز في المواتش إن شاء الله